تقدم شيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بخالص التهناء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى وزارة الداخلية قيادة وضباطا وأفرادا وإلى جموع الشعب المصري بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير وقد أعرب شيخ الأزهر الشريف عن تقدير الأزهر الشريف للدور الذي يقوم به رجال الشرطة في حماية الوطن والمواطنين متقدما بخالص التحية والاعتزاز لشهدائنا من شباب مصر وأبطال الشرطة المصرية البواسل التي نضحوا بالغالي والنفيس لتنعم مصرنا بالأمن والأمان دعين الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته ومغفرته وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء وأن ينعم علينا بالخير والأمن والاستقرار والسلام